أفادت معلومات صحفية بغرق مبنى السراي الذي يعد أشهر وأقدم مبنى أثري في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالا شرقي العراق وتجدر الإشارة إلى أن مبنى السراي التاريخي يعود بنائه للعهد العثماني أي قبل نحو قرني من الثمن ويستخدم الآن مقر للنقابات ومنظمات المجتمع المدنية وشهدت العاصمة بغداد وبضع محافظات مجاورة طول أمطار غزيرة على مدار اليومين الماضيين فيما تتوقع الأرصاد الجوية استمرار الهطول حتى يوم الأحد المقبل أعلن مدير الموارد المائية في محافظة ديالا مهند المعموري عن ارتفاع منسوب مياه بحيرة حمرين شمالي شرق المحافظة في حين كشف عن كمية المياه الداخلة إليها بفعل الأمطار وقال المعموري إن منسوب المياه في بحيرة حمرين شمالي شرق ديالا ارتفعت إلى عشرة سنتيمترات تقريبا فيما بلغت كمية المياه الداخلة إليها بفعل الأمطار ما يقارب العشرة مليون متر مكعب وأضاف أنه تم خفض الإطلاقات المائية من البحيرة إلى الأراضي نتيجة كفاية الأخيرة بمياه الأمطار مشيرا إلى أن غزارة الأمطار لها آثار إيجابية في ديالا وأمنت المياه لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وكان مسؤول محلي في ديالا قد كشف قبل أيام عن وجود توقعات بجفاف بحيرة حمرين بسبب انخفاض مناسبها فيما كشفت الموارد المائية وجود 750 مليون متر مكعب من المياه في البحيرة وبدوره أعلن مدير ناحية قزانية في محافظة ديالا مازن الخزاعي حالة الاستنفار القصوى في ناحيتين حدوديتين مع إيران شرقي المحافظة تحسبا لوصول سيول مائية وتشهد ناحيتا مندلي وقزانية سنويا تدفق سيول مائية جارفة من الحدود العراقية الإيرانية وتؤدي في بعض الأحيان إلى غرق قرى ومساحات شاسعة من الأراضي وكان قد وجه محافظ ديالا مثن التميم بدوام الدوائر الخدمية بمعدل مائة في المائة لمعالجة الفيضانات وتفح الأحياء السكنية في بعقوبة جراء الأمطار الغزيرة وتعرضت كثير من أحياء بعقوبة للغرق والفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة وعدم جاهزية شبكات الصرف الصحي المتقادمة لاستيعاب كميات المياه وتصريفها بعيدا عن الأحياء السكنية